اشتركوا في القناة نعمل في هذا اللقاء ايضا نصائح عملية في الحوار الناجح نصائح عملية مهم جدا لكي يكون الحوار في الاسرة ناجح ان نحط له اطار ومبادئ معينة لكي نستطيع ان التواصل مع بعض بطريقة ناجحة على سبيل المثال حب نقول كده حاجات من الممارسة العملية يجب الاستئذان قبل الكلام هل نقدر اتخلمك مفيش حد مثلا ااب يدخل على ابنه كده يفاجه على اطه انت عملت كذا وكذا وكذا لا يقول لانا عندي عايزة اقولك حاجة عندك وقت دلوقتي يكلمك ونعلم اولادنا كذلك انت عاوز تطلب حاجة من بابا او ماما تسأل الاول الوقت مناسب نتكلم كذلك بين الزكين انا عايزة اقولك حاجة بس شوف الوقت مناسب دلوقتي ولا كمان شوية ولا بكرة والعكس صحيح الاستئذان قبل بدء الحوار نقطة تانية مهمة جدا اننا نلقي التحية على بعض احنا بنتجاهل كتير نلقي التحية قبل الحوار بالذات سلام ازايك ازايك عامل ايه انت نهارده كويسة انت نهارده كان يومك هاجي طب عازلين نتكلم في هذا الأمر نلقي نوع من التحية وفتح باب الحوار بكلام هادي اما نجي ننهي الحوار ايضا لازم ننهيه بطريقة مهزبة وبطريقة لائخة طيب احنا كده اتفقنا طيب معلش هنخلي الموضوع ده نتكلم فيه مرة تاني طيب نفكر ونستكمل الحوار وينتهي الحوار بمعارفة ايه اللي وصلنا له او ايه اللي عايزين نوصل له او امتى نتقابل تاني ونتكلم بحيث ان يبقى فيه بداية وفيه نهاية بداية لائخة ونهاية ايضا لائخة تعرف كل واحد فينا ايه اللي ممكن يحصل بعد كده من المنصائح العملية للحوار الناجح عدم استخدام الفاظ جارحة على الاطلاق اصلا انت بتفهم اصلا انت مبتفهميش اصلا انت مش عارف وهكذا نتجنب اي لفظ جارح زي ما قولنا ربنا علمنا كل ما تريدوني افعلوا الناس بكم هكذا افعلوا بهم انتم ايضا هكذا انا محبش اسمع الكلمة دي يبقى لازم مسمعاش للطرف الاخر ايضا عدم الاقلال من شأن الكلام افرد حد قال رأي بسيط رأي وحش حتى مش مقبول ما نستهنش بيه نقول العموان للرأي ده يعني ما الناس بناش او الرأي ده ما نقدرش ننفزه وهكذا لكن ايه اللي بتقوله ده او ايه اللي بتقوليه ده ده كلام يقوله الناس عقلين وده كلام يقوله الناس بتفهم ونقدر ندخل ننتقل من دايرة الحوار الى دايرة التجريح عدم العصبية بوضوح شديد وباختصار شديد العصبية والاندفاع بعصبية مماثلة في الطرف الاخر بتنسف اي حوار ناجح وما بيقانش تكونش ده ما يبقاش حوار ابدا لا داعي لخلق المشكلات والنبش في الماضي اثناء الحوار اصلا حصل من سنتين اصلا حصل من السنة اللي فاتت ونتوقف عن ما حدث وننسى ان احنا بنصنع مستقبل مع بعض بنصنع خطوة الامام مع بعض لكي نبني حياتنا في الحوار الناجح ايضا لابد ان كل واحد يعرف ايه المطلوب منه في نهايته طب اتفاقنا عليه انا هعمل كذا وانت تعمل كذا انا همشي الخطوة دي وانت تمشي الخطوة دي بعدين نطلقها بعدين نتناقش وهكذا يبقى في دايما كل طرف بيعلم ما يجب عليه ان يفعله الحوار يتجنب بكل الاساليب الممكنة الكذب واخفاء الحقائق حوار امين بدون حقائق واضحة يبقى حوار فاشل حوار في الاسرة بدون اعتبارات امانة ولاد ربنا يبقى حوار فاشل لانه ينتهي بمشكلة حوار يكون فيه نوع من الحب هو عدم التعالي لو حد محتاج النصيحة ندهاله بهدوء وبطريقة نسبه وبطريقة يفهمها لو طفل بيحتاج حوار معاه بنوصله المعلومة بطريقة بسيطة بنتعلم كده حتى في مدرسة لاحد بنقدم الدروس للاطفال بطريقة بسيطة على قد تدركهم وبتشبهات يقدروا يفهموها فالانسان اللي عاوز الحوار يناجح لازم يقدمه بمستوى يليق بالامامه وكلمات تليق بالفهم وبالهم لما يكون فيه مناسبة مثلا سعيدة نتشارك فيها مع بعض دون اعتذار ونفكر مع بعض لنصنع سعادة لنا وللاخرين ازاي الحوار الناجح ايضا يحتاج نوع من التسامح اذا حصل من طرف تأثير في تقديم العمل او في تنفيذ الاتفاقن عليه لازم نتسامح ونبدأ من جديد وايضا بروح التقدير لكل طرف الحوار بيحتاج احترام في المشاعر وعدم افشاء الاسرار وعدم اهانة الاخر او اهانة ما يرتبط بيه من اسراء او من اصدقاء او من زملاء حتى لان احيانا كل انسان بيشعر ان اهانة حد انا انتمي ليك انها اهانة لنفسي الحوار يا حبائي الناجح يقودنا الى محبة عميقة محبة متزيدة محبة فيها روح المسيح لاننا اولاد الله لابد ان نتحاور بطريقة نجحة وللهنا المجد دائما ابديا امين